سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم مرة اخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسرعة ونشرحات مفيدة. في هذا الشرح سنتطرق لطريقة عرض شاشة الهاتف على التلفاز او العكس شاشة التلفاز على الهاتف كذلك عرض شاشة الحاسوب على التلفاز بدون ولا شيء. كيف ذلك? هناك مشاهدون تلفاز والهاتف سنستخدم هذا التطبيق المدمج في التلفزيون بالنوع فاول شيء سنقوم بها هو الدخول الى الشبكة بنفس الشبكة في التلفاز والهاتف كذلك في الحاسوب. الخيارات تختلف من تلفاز الى اخر ولكن الطريقة معروفة وسهلة للوصول الى الشبكة. بعد ذلك نقوم بفتح التطبيق كما تشاهدون هنا اسمه سيرفر. وهذه الواجهة الخاصة به. في الاسفل تجد بعض التعليمات لوصول البعض التطبيقات. تقوم بالدخول الى هذا الرابط الذي ينتهي بمن في الثمان الاف عبر تصل الى هذه الصفحة فيها تطبيقات خاص بالاندرويد ايفون ايباد ويندوز. والاول لعرض الموسيقى هو الصور من الهاتف. نجرب الخاص بالويندوز وهو اهداة بسيطة اللي تحتاج التطبيق هذه هي. نقوم فقط باختيار فمباشرة تعرض شاشة الحاسوب على التلفاز حتى ولو كانت بعيدة. وتشاهد شاشة التلفاز الحاسوب مباشرة على التلفاز بدون قبلات ولا شيء. فوقت الحاجة ربما تحتاج ان تعرض هذا الشيء. يمكنك توقفها كذلك بنفس الادات وتعود القناة للعرض في التلفاز. نمر الان الى اه الاهم وهو هذا التطبيق او شار او شار. الخيار الاول وهو خيارات لتحكم بالتلفزيون. فيه مثل هذا مؤشر الفأرة يمكنك التحكم به. كذلك هذا آآ لمس وهذه الازرار كذلك. يمكنك استعمالها في البرامتر. كذلك يمكنك عرض تطبيقات الموجودة داخل التلفاز. وهنا كذلك لوحة مفاتيح يمكنك استخدمها. نعود الى الاساسيات وهي مثلا هذا الخيار الاول وهو عرض كاميرا الهاتف على تلفاز. كم تشاهدون? يمكنك بضغط التزر مباشرة الكاميرتين امامية والخلفية. ويمكنك استخدامها للمراقبة او اي شيء تريد. خيار تاني نعود الى الهوم. خيار تاني وهو عرض شاشة الهاتف على التلفاز وهذا يبحث عنها الكثير. هنا كما تشاهدون يمكنك التحكم وفعل ما تريد. آآ سرعة آآ التجاوب يعني تختلف على حسب بعد المودم او آآ مكان وجود الروتر. كذلك الخيار المهم كذلك وهو عرض شاشة التلفاز على الحكس يعني شاشة التلفاز على الهاتف كما تشاهدون. تعرض بشكل عادي ويمكنك تغيير البارامتر ومشاهدات ما يعرضه التلفاز. كان هذا آآ الشرح هو آآ اهم خصائص بسرعة اهم خصائص هذا التطبيق. والذي آآ يظهر انه فيه ميزات آآ مدهلة. يمكنك الوصول الى روابط تحت الفيديو. في الشرح القادم سنتطرق الى طريقة عرض فيديو يوتيوب من الموبايل الى تطبيق اليوتيوب الموجود في التلفاز. هالطريقة مشروحة بكثرة ولكن وجد طريقة افضل منها وسنتطرق اليها في الشرح القادم. فاذا اردت مشاهدة ذلك الفيديو يمكنك الاشتراك في القناة. الى الشرح القادم بإذن الله تمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام.